السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي. اه ما شاء الله. اه برج الحمل شايفة تكتك في الشهر ده كلها حيوية ونشاط. اه شايفك متفائل. اه شايفة ان ده كمان هيكون منعكس عليك خارجيا. يعني شايفك هكون مهتم بتفاصيل المظهر. اه وده هيلفت انتباه كل اللي هيقابلك يعني. كل اللي حواليك وكل اللي هيقابلك. اه وده هيزود من ثقتك بنفسك. اه وبالتالي هتكون منفتح اجتماعيا اكتر. اه شايفي كمان عندك برج الحمل في حسن مادي ملحوظ. حسن مادي واضح. اه مش حاجة قوية يعني حاجة واو فلوس سواو. بس اه انت الفترة اللي فاتت كانت متقزمة معك كتير في نواحي كتير مادية. اه لا الفترة دي ان شاء الله ان شاء الله اه في تحسن مادي عن الفترة اللي فاتت ملحوظة. يعني تحسن مادي واضح. البعض منكم هيكون اه عنده صفر. بس بعضكم صفر ده مش للشغل. بعضكم ممكن يكون زيارة للاهل او صفر طرفيهي. اه شايفك يا برج الحمل اه عامل مع طاقة مائية. انا شايفة هنا قدامي طاقات كتير. تقريبا كل الطاقات موجودة. مع طاقة مائية. العلاقة فيها توتر. ممكن كمان نقول انها انها فيها استغلال سواء. ممكن لتنين. اه برج الحمل مش مرتاح في العلاقة دي يعني انا شايفك مش مرتاح. وحاسس فيها بشوية دغموض. انت مش فاهم الطرف التاني اه دماغه ايه بيفكر ازاي. بس ممكن اسناء القراءة اقولك الطرف التاني دماغه ايه بيفكر ازاي. اه التوتر والمشاكل يا برج الحمل انا شايفها مع كل الطاقات. الطاقة النارية والطاقة الهوائية ظهرت جدا بوضحة القراءة. اه برغم التفاؤل اللي انا شفته في اول القراءة. بس برضو شايفة بعضوكم مهموم قوي يعني حاسس بظلمه وحزن. اه. شوف اه هي هنا ظهرة لك ازاي? هو ظهرة ان ده في تفكيرك انت. في تفكيرك انت مش معناها انك اه مش بتمر بمشاكل او عندك اه او في حاجة مضايقك انت بتمر بيها بالفعل. لا هو في حاجات فعلا بضايقك انت بتمر بيها. بس الطاقة اللي عندك دي او الحزن اللي عندك ده. اه المشكلة في عندك انت. يعني في امور كتير يا برج الحمل انت بتفسرها غلط. كلامك عن نفسك كمان بيأثر على حياتك بشكل سلبي. يعني لو بتفضل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مسلا اه اه انا حظي قليل انا هفضل كده. الحاجات اللي هي زي دي بتخلي تقطق دايما منخفضة. ومهما اقول لك بقى. يعني مهما اقول لك سواء انا بتسمعني انا او بتسمع حد غيري. انه لو قلتلك انه في تحسن ان اللي جاي احسن ان في اي حاجة كويسة جاية في حياتك. لو بالتفكير ده انت هتخلي الامور تقف. انا عايزك مش تصدق كلامي. يعني مش تقول ان انا بكلامي صح او ان في حاجة هتحصل لك فعلا. انا عايزة اظنك بربنا يكون جميل. او زنك في الله يكون خير. اه نلغي الافكار دي من حياتنا وكل الامور هتتحسن بازن الله. انت عندك تحسن قراءتك لحد دلوقتي القراءة يعني ممكن نقول عليها الجيدة. اه برغم اني شايفة حالات انفصال كتير. بعضكو مش كلكو. هو المصر على يعني يقطع العلاقة. مش عايزة رجوع ثاني. المشاكل اللي حصلت. اه خليت تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك. مش تفكير مش تفكير قناني. يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى قناني. لا هوضحها لك ازاي? انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر. بالرغم ان انت جاي لك عرض رجوع. يعني جاي لك بالفعل عرض رجوع من الطرف الثاني وانت رفض. او ممكن يجي لك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي. اه اه ممكن تكون عايز تسافر. او عايز تغير مكان شغلك اه وتبعد. مش تبعد هروب. انا شايفها طموح. يعني شايفة من لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي. فانا شايفة ان هو طموح زايد عندك في الفترة دي. وانا بقولك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا لكل اللي انت بتفكر فيه. لاني شايفك بالفعل شغال على ده. انت شغال على نفسك فعلا. اه لكن بعضكو في رجوع فعلا. في رجوع للطرف الثاني. بس سويني سويني معي. اه موضوع السفر اللي عنده عرض السفر. شايفة في بعضكو عنده حيرة بين حب وبين سفر. اه شايفك تفكيرك بيقولك يعني انك لو سفرت هتضطر تبعد. اه بس انا شايفة ان قراءة بتقولك ان السفر هو اللي افضل لك. هو مش هيحصل انفصال لكن ممكن نقول ان العلاقة هتتطور للاحسن وتتغير كلها لصالحك. ممكن تتغير كل العلاقة لصالحك انت يا برج الحمل. نرجع تاني للمنفصلين. اه برج الحمل انا فاكري ان كلمتك في كراءة ابريل عن اختياراتك الغلط. اه شايفة ان ده اذاك كتير في حياتك انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط. ده كمان ظاهر عندي في القراءة هنا في شهر يونيو ظاهر عندي برضو. اه للاسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما ده بيكون خد منك ومن اعصابك انت بتخسر. اه اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضوكم الحب ده من طرف واحد. اه اللي هو انت. في حب في بعضوكم عنده الحب ده من طرفك انت بس يا برج الحمل. شايفة فيه خداع. شايفة العلاقة اللي عطفية فيه خداع فيه كذب. انت تعرضت له. وانت ساعدت فيه. يا رب يكون كلامي واضح. يكون عارفة ووصل اللي انا عايز اقوله. الكذب والخداع اللي انت تعرضت له. انت ساعدت فيه يا برج الحمل. انا كذبت احساسك اصلا يعني. كذبت انت جالك الاحساس كذا مرة وكذبته. اه. برغم كده. انا شايفة الحب حواليك. بس انت باصس في اتجاه غلط. وبالتالي وضعك حزين. اه. انت بتلاقي بعد ما بتبص لاتجاه الغلط. انت بتلاقي تجاهل. بتلاقي ظلم. بتلاقي غش. اه. زي ما قلت برج الحمل. انت لو غيرت الطريقة اللي بتختار بيها. هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود. اه. كارت العدالة. اه. ظهر لك مرتين. وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله. اه. سواء عاطفيا او مدين. شايفة هيكون فيه رجوع للمنفصلين بالزيت. اه. اللي مرتبطين بابراج نارية. وممكن ترابية. اقوى حاجة ابراج نارية. لان شايفة الطرف التاني تذكيره من ناحيتك تحول تماما. انتو كان بينكو ضرب نار. اه. ومن ناحيته هو اكتر. اللي هو الطرف التاني هو ناري زيك برضو. اه. الطرف التاني ده اهملك كتير. كان لا يبالي بيك دايما يعني بيفكر. دايما بيفكر في اخطائك. يعني دايما معاملته معك. انت بتشوفها سيئة. لان هو تفكيره من ناحيتك سلبي. تفكيره من ناحيتك انت بتعمل كزا. انت بتتصرف كزا. انت بتفكر كزا. تفكيره من ناحيتك كله بالشكل ده. فبالتالي اه تصرفاته معك. ما كانتش حلوة ابدا. اه. بص. الطرف التاني انا شايفة دلوقتي كأنه بيحكم ضميره. يعني هو تفكيره تبدل تبدل. يعني تبدل تماما بيفكر في اخطائه هو. يعني العلاقة اثناء ما كانتو فيها مع بعض. هو دلوقتي بيفكر في اخطائه هو. او ممكن في الظلم اللي عرضك دي. في رجوع ان شاء الله. بس هو لما يرجع مش هيقولك كده. ايه مش هيقولك الكلام بالشكل ده لاني زي ما قلت انا شايفة طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية. يعني مش هيقولك اه انا غلطان والحاجات دي. لا لا. بس هي ممكن التعويض منه يكون بافعيل. اكتر منها كلام يعني. ااااا. انت بقى تعمل ايه? انت برج الحمل تعمل ايه? ااااا. انت لازم تتعامل مع مع الموقف بالذكاء. يعني انا شايفك هتكون مندفعة هتكون متهور آآ لا انت لازم تتعامل بالزكاء بالزكاء يعني كأنك بتلاعب الشخص اللي قدامك. اتعامل بدماغك مش بخبص. زكاء تفرق عن خبص. آآ لان لو انت متعاملتش كده زي ما انا بقول لك وتعاملت بالشكل اللي انا شايفي له وتعاملت بتهور وباندفاع آآ ممكن ترجع المشاكل تاني. مشاكل اللي كانت بينكم ممكن ترجع تاني. آآ برج الحمل شهر يونيو. الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك. آآ في حاجات كتير جدا في ايدك. آآ في ايدك انت انك تحول كل حاجة لصالحك. مش حد تاني. انت بس اللي بتقدر تحول كل حاجة لصالحك. وده مش بس على المستوى العاطفي. آآ انت محتاج تفكر. محتاج تخطط لكل حاجة عايز تعملها. او للشكل اللي انت عايزه لحياتك. لان بناءا عليه صدقني هيكون في تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير قوي. يعني كزا جانب في حياتك هيكون في تحسن للاحسن للاحسن. آآ لباقي لباقي السنة بقى يعني ده هيخدنا مش مش الشهر ده. الشهر ده هو هو اللي هيكون فاصل. آآ نفس الكلام ينطبق على المتزوجين والغير مرتبزين. المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توتر كبير في العلاقة زي ما قلت الموضوع محتاج منك زكاء وحكمة وتركيز لانك شوية بتبقى مش عارفة اقولها لك ازاي مش عارفة اوصلها لك ازاي يعني زي ما قلت او ممكن يكون ده ممكن نسميها اندفاع. اندفاع بقى في تصرفات في ردود افعال. حتى لو اندفاع ايجابي. انا ما بقولش اندفاع يعني ان انت جاية من العصبية مسلا على قدامك. لا حتى لو اندفاع في مشاعرك. كل اللي ده لازم لازم يبقى عليه كنترول. آآ برضو انا لسه هنا مع المتزوجين شايفة منكم يعني ليه لازم يفكر التفكير ده. آآ ممكن تكون بتتعرض لغادرة او خدايا. يعني عند البعض كمان احتمال دخول او وجود طرف تالت في العلاقة وفي الغالب اللي في الوضع ده. انت عارف كده. يعني انا مش بقول حاجة انت مش عارفها. وده طبعا اكيد مش عند الكل موضوع طرف تالت دي مش عند الكل. لكن اللي انا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده. آآ كمان الغير مرتبطين. في حب مناسب برضو موجود حواليك. انت بس محتاج تشوفه. موجود او موجود. انت شايفه? لا انت مش شايفه. مش شايفه خالص. انك زي ما قلت برضو في البداية انت باصس في اتجاه تاني غلط. الاتجاه التاني غلط اللي انت باصس فيه ده هيخسرك كتير. الحد التاني اللي بيحبك ده هو بيحاول يعني. انا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم. آآ في حاجة مناعية. ممكن يكون تجاهلك. ممكن يكون مستني يتأكد. آآ ده قرارك انت يا برج الحمل بس انا شايفة في حد هيحاول يتدخل. في حد هيحاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما غلط آآ آآ نوع من انواع الانتقاد يعني. المطلوب منك انك تتجاهل اي نقط او اي تأثير يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص آآ اللي هو ممكن يأثر على قراراتك. قراراتك دي اللي هتيجي فين? هتيجي بعد تفكير. زي ما قلت شهر يونيو آآ من الواضح من الكراءة كلها ان هو آآ آآ شهر مصيري. شهر في انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله. آآ آآ زي ما قلت برج الحمل آآ الكراءة كويسة في نسبة رجوع ان شاء الله مع طاقات نارية والترابية لكن مع الابراج الترابية في بس قدامي حاجة عايز اقولها آآ شايفة في شوية تعنط من ناحية الطرف التاني اللي هو الترابي برغم الحب. في حب بس انتو مختلفين تماما. هو يعني هو شايف كل الثلبية في طباعك. ده طبعا من وجهة نظره. ثلبيات كتير جدا هو شايفها في طباعك من وجهة نظره هو يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني قدمين. مش شرط ان انت تكون كده فعلا. آآ يعني شايفي آآ آآ ممكن يكون بيشوفك منفتح في افكارك او اجرأ منه او عايز تعمل حاجات هو ما يقدرش عليها. ما يقدرش عليها طبعا بكلم من ناحية الجرأة يعني آآ ممكن نقول عنه انه بيحب يفضل زيم هو. وده نسبب سعب كتير في العلاقة ليك وليه. آآ ده ممكن نقول بردن هو محتاج منك تفكير. محتاج منك تفكير ليه? لان لما بنكون مع طرف مختلف بالذات لو احنا متجاوزين. يعني موضوع توفق الابراج ومش توفق الابراج. انا شايفة انه كل الابراج ممكن تكتفق. بالاكتر لو احنا عرفنا البرج التاني بيفكر ازاي? وانا مستعد يكون عندي شوية تنازلات. مش تنازلات آآ في حاجة ماينفعش فيها تنازلات لا تنازلات آآ بروكية. يعني انا اقدر اعرف مسلا لو انا برج نالي واللي قدامي برج ترابي فانا اعرف تفكير البرج الترابي ايه? والله ينفع نتفق. وينفع تبقى هي دي الحقيقة لان المشكلة انه احنا اللي بنخلق المشكلة. بنخلقها ليه? بس للاختلاف. يعني انا مختلف عن الطرف التاني وهو مختلف عني. فمن هنا بتيجي المشكلة. لكن ممكن تكون انت مفيش عندك اي حاجة وحشة وهو مفيش عنده اي حاجة وحشة. فانا هنا بتكلم عن الموضوع من الناحية دي. انت والطرف التاني بتكلم هنا عن البرج الترابي انتو مختلفين. عندك القدرة انك تفكر في شكل العلاقة. تعرف الطرف التاني بيفكر ازاي? تعرف تقرب وجهة نظرك بطريقتك? اوكي? ده لو عايز تكمل. اشتركوا في القناة.